افتتح محافظة محافظة أبيانا لواء الرقن أبو بكر حسين سالم صباحا أو مركز أيوب الطبي اثنين بمدينة زنجبار بتمويل وإشراف من دولة الكويت الشقيقة وتنفيذ مؤسسة التواصل لتنمية الإنسانية تحت شعار الكويت بجانبكم تفاصيل أكثر في سياق التقرير الذي يعده الزميل والضاح الشليلي يعد مكسبا هاما لمحافظة أبيان لدعم قطاع الصحة ورعاية المرضى وتقديم الخدمات الطبية لهم مركز أيوب الطبي اثنين بمدينة زنجبار الذي افتتحه محافظة محافظة أبيانا لواء الرقن أبو بكر حسين سالم بتمويل كريم من محسننا من دولة الكويت الشقيقة وإشراف جمعية الرحمة العالمية في دولة الكويت وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية تحت شعار الكويت بجانبكم تكمن أهمية هذا المركز في أنه سيخدم أكثر من أربعين ألف نسمة خاصة أنه يتميز بتوفير كافة الأجهزة والمسلزمات الطبية اللازمة لرعاية المرضى وهو ما سيعزز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في هذه المحافظة تأكيدا جاء بلسان محافظة أبيان اللواء الرقن أبو بكر حسين سالم مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية هذا المركز سيفيد أكثر من أربعين ألف نسمة يتمتع بكافل المواصفات الفنية وكذلك من الإجهزة والمعدات الطبية وكذلك تم توفير الكادر كل هذا بتمويل من أشقاءنا في دولة الكويت الشقيقة أرفع لهم كل التحية والتقدير لقيادة الشعب الكويتي قيادة الدولة الكويتية أميرا وحكومة وشعبا على كل الجهود الإنسانية التي تقدم في هذه المحافظة من قبل أشقاءنا في الكويت الدكتور عماد عبد الرحيم رئيس قطاع المشاريع بمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية أكد على أهمية المركز في رعاية الأم والطفل في المحافظة موضحا أن المركز يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية فيما عبر مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة أبيان الدكتور صالح الترم عن شكره لكل من سهم في إنجاح هذا المشروع الذي يخدم القطاع الصحي بالمحافظة يتكون هذا المركز من خدمات الرعاية الصحية الأولية وكذا خدمات الصحة الإنجابية والطوارع التوليدي حيث يستهدف هذا المركز إلى أمهات والأطفال فترة الحمل والرضاعة والتوليد من خلال تقديم حزم من الخدمات الطبية التي تستهدف هذه الفئة المحتاجة نشكر كل من سهم في إنجاح هذا المشروع يعد مركز أيوب الطبي في زنجبار إضافة قيمة لقطاع الصحة في محافظة أبيان ويعكش دعم الكويت المستمر للشعب اليمني كما تبرز الأهمية في هذا المشروع هو في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين لقناة عدد الفضائية وضح شليلي محافظة أبيان